أنا دار علق على موضوع البيت السودانية قال مشت اززوجت واحد بغير إذن أولياء أموره ودي مشكلة كبيرة لكن المشكلة الأكبر إن حاولت تفتري على الله الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب بتأصل لجواز واستحلال الموضوع بتاعه الباطل الفاشلة ونزلت لها فيديو والفيديو انتشر في مواقع التواصل بتأصل لجواز المسألة دي كون جمع الإنسان يغلط براه ويعمل لي غلط بينه بالربنا ذا موضوع وكون الإنسان دار يأصل للناس إن المحرم الإرتكب ووقع فيه ذا يجوز شرعا ذا أخطر حاجة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة وانا استمعت للفيديو بتاعه وطبعا فيديو بتاعه زول جاهل ما عنده أي علاقة بل علم الشرعي لا من قريب ولا من بعيد قالت زواج البكرة من غير ولأمرها جائز على مذهب الإمام أبو حنفي وقالت نحن المسلمين عندنا أربع مذاهب منها قال مذهب الإمام أبو حنفي ونحن ما عندنا مذهب الإمام أبو حنفي ولا عندنا الإمام نعرفه اسم أبو حنفي إلا كان ذا عند الشوعين وعند الجماعة الله أعلم أما نحن كمسلمين ما عندنا مسأل اسم أبو حنفي دا إما يدل إنه محافظنا كلام تنظيمات العلمانية والإبرالية وهي ما قادرة مش ما فهموا حتى ما قادرة تقرزاته من الورق الكاتبين قال الزواج البكر من غير ولي ماشي الزواج دا قالت ماشي بناء على مذهب الإمام أبو حنفي لا الزواج دا باطل بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة بإسناد صحيح قالت قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا نكاحة إلا بولي ومعنى الحديث يعني لا زواج صحيح إلا بولي للمرأة يعني وده أعظم ركن وأهم شرط من شروط الزواج وجود الولي للمرأة عشان كده أيضا روى أبو داود من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ثلاث مرات إنه زواج باطل زواج باطل زواج باطل فأشكد أبقول لك يا بيت الحلال زواجك دا باطل وده ما زواج طيب وأجاب الشبهتين وقبل أن أمرد على الشبهتين ربنا برضو أشار إلى هذه المسألة في القرآن الكريم قال تعالى وَلَا تُنْكِحُ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وفي الآية دليل على اعتبار الولي للمرأة وفي الآية دليل على اعتبار الولي للمرأة لأنه ربنا قال وَلَا تُنْكِحُ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا يعني الآية بتخاطب أولياء أمور المرأة قال قالت لهم ما تزوجوا الرجال من المشركين والكافرين للمرأة المؤمنة لحد ما هم يؤمن لأنه ما بيجوز زواج المرأة المسلمة من الرجل المشرك الكافر ليس كما قال الترابي ويؤصل هذه الأيام العلمانيون والشيوعيون والشعبيون وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الملة وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيجوز كذا ربنا قال كذا لكن الخطاف الآية للولي ولي المرأة لأن الولي هو البزوج كذا الإمام السعدي رحمه الله قال هذا الكلام طيب قالت عندها حديث قالت من السنة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيّم حق بنفسها من وليها وطبعا الحديث صحيح وطبعا الحديث صحيح لكن المشكلة في الفهم والجماعة قالوا الفهم قسم هما فهمها حفظوا كلاما فهمها أصلا الحديث هو في الصلسلة الصحيحة وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيّم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى الحديث عند أكثر العلماء يعني ما يجوز يزوج البت إلا بإذنها فهي لها الحق بإنها ترفض فلانا اللي تقدم له ده من الرجال أو توافق أحق من وليها ذاته لكن بعد ما توافق به إذا هي وافقت ما بجوز لها تزوج إلا بوجود الولي لأن العقد بتاع النكاح والزواج الصحيح ما بيكون صحيح إلا بوجود الولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي حديث صحيح وقال في الحديث الذي ذكرناه آنفا وأي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فتبعنا الحديث وبعض العلماء قالوا الأيم حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قالوا الأيم إن مقصودها الثيد لأن الأيم جاءت في مقابل البكرة ما أنت راجع لحديث نفسه قال الأيم حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها فقالوا مقصود به الثيب إنه لازم تلفظ أو تتكلم تقول موافقة أو ما موافقة لكن البكرة ذيك بتخجل في الغالب أكثر حياء من الثيب في الغالب فإذنها صماتها فدي المعاني عند العلماء لكن ما سمعنا بواحد من هؤلاء العلماء قال المرأة تسوق معه حبيبة زي ما بيعملوا العلمانين الليلة والصعاليك والشماشة يقول لك تسوق حبيبة وتمشي تعرسه ويكتب لهم واحد صعالوك زيهم قال العقد بتاع النكاح يقطع لهم ورقة من نص الكراس زوجتك زوجتك وحلالبان يأكله وتخارجه ده ما زوجه ده زنا ده زنا بل وشر من الزنا للإنسان الدار يأصل ويحلل لأنه يستهلال ما حرم الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع علماء المسلمين جميعا الإنسان كونه يقع في حرام ده جريمة لكن يقع في حرام أو حتى لو وقع في حرام يستهل الحرام ويأصل ويقول ده حلال هي جريمة أكبر لأنه ده كفر بالله سبحانه وتعالى وقالت برضو عندها آية من سورة البغر آية 134 هي قالت كذا لا كذابة هي آية 234 المهم وذكرت الآية والذين يتوفون منكم وقالت تبعا كلها غلط لخبتت فوق تحت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير من سورة البقرة وهي قالت فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف قالت ده الدليل علي إنه أي بيت تمسيز للزوج بغير إذن ولا علم أبوها وأولي أموره وطبعا الآن ما بنت تتكلم يا أخوانا عن إن عن الزواج أصلا وإنه بالتمشي تتزوج بغير إذن وليه ما بتتكلم عن موضوع ده تعرفين الآية بتتكلم عن شنو شانت تشوفوا استهبال العلمانين والشوعين والمجارمة ولعبهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام الآن بتتكلم عن الرجال اللي توفوا حكم زوجاتهم شنو إنه بتعتدى الزوجة الراجلة يتوفى بتعتدى أربعة شهور وعشر يوم شكرا ربنا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهور وعشراء فإذا بلغن أجلهن أجل شنو أجل العدة بتاع المرأة المتوفية عنها زوجها ده الآية بتتكلم عن الموضوع ده فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم يعني ولي أمر المرأة عليكم فيما فعلن في أنفسين بالمعروف اللي هو شنو ما عدة انتهت بعدما ممكن تخذت الكحل وتتجمل إذا كان في بيته في غير وجود غير المحاري ده الموضوع معنى الآية فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسين بالمعروف يعني بعدما تنتهي من عدة العدة هي شنو ترك التجمل التجمل اللي كان بيسوي لزوجها بتتركه في الأربعة شهور وعشر يوم فإذا بلغن أجلهن بعدها شنو بعدها ممكن تتكحل وكده 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 ده الموضوع لأنه في العدة ممجوز لها شكده في صحيح البخاري لما جاء جاءت مرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وبنتها زوجها يتوفى وهي في العدة لسه ما تمت أربعة شهور وعشر بنتها دي فقالت إنه في عينة في مشكلة يعني عندها مرض أو شيء في عينة هل ممكن نكحلة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا لأن المعتدة ما بتتكحل وتضع الزينة الكامبة تضع لزوجها طالما هي الآن في أثناء الأربعة شهور وعشر يوم تحت العدة فدمعنا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف ما معناته البت تعرس لها الراجل من الشارع الساخن من غير إذن وليها يا كذابة مستهبلة وشوف البت بتتفاصح كذي وفصيحة في الكلام وفي الخطابة وادلنا كمان جوبة وعملين معا لغاتناك وتأصل قال للمسألة والله ده أصلا ما شغل البت عادي لأن البت البنات المسلمات العاديات ديل يغي عندهم حياء وخجل النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان والحياء قرنا جميعا فإذا رفع أحد أمه رفع الآخر ديل كوادر تعد حزاب لبرالية وعلمانية وأصلا المنهج ده تتخزوا البدي وتنشروا بين الناس إن البنات يعرسوا بيدين بدون زن أولي أمورهم ودون علم أبهاتهم ومهاتهم وعمامهم واخوانهم ده منهج الحزب الشيوعي رضو أم أبو لأنه موجود في المنافسته تعالي حزب الشيوعي اللي هو بيان الحزب الشيوعي ماركس وإنجلس ولينين لعنهم الله جميعا في البيان ده جوة قالوا إن الأسرة والأسرة تكوين الأسرة زوج وزوجة أب وأم وينكح نكاح صحيح شرعي ويلد أولاد وبنات وأسرة تكون مستقرة وتكون فيها سكن زي ما ربنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكن وزي ما الأنبياء كلهم عندهم أسر وأزواج وزرية ربنا قال وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةَ الشيوعين قالوا الأسرة دي بتساعد في تنام الطبقة البرجوازية أشان كده نحن جينا كشيوعين لمحاربة الأسرة ونسب الأسرة ينسفوها كلها فهذا المنهاج بتاع البيدي قدر تنشر الليلة حتى لو نكرت نحن ما عبراتنا بينك تنكري ولا تعترفي لأن الأعلمانين والشيوعين والأحزاب دي كلهم كذابين ومجرمين نحن ما بنصدق إذا احترفت ولا نكضب إذا نكرت لا نحن بنعرف منهجك ده منهج شنو ده منهج الشيوعين في الحتة دي فده دارين شوروا الآن في المجتمع تحريط قصة البيدي كلها وهمة في شكل قلبه دارين يحرضوا البنات المسلمات في السودان إنهم يتمردوا على أولئي أمورهم ويمشوا يطلعوا برا يتزوجوا ويعملوا الكلام الفاضي ويعملوا للأقلة أدب والكلام الفارق وده الحاصلة الليلة يا اخوانا وده النازلين الآن قاعدين يدمروا في الإسلام في البلد دي الملاحدة والعلمانين في السودان ده عملين قبل أيام قلة أدب حاجة بيسموها قال عرض أزياء لأول مرة في تاريخ السودان في تاريخ السودان انت عارف في الاستعمار الانجليزي لما الانجليز كان مسعمر للبلد دي ما عملوا عملية وسخزة عملية العلمانين inexهوه دي الانجليز الكفرة ما عملوا زيدا شوف النزل داري والصنة مرحلة يخلصوا ما أمير دي وديل قبلها استقبلوا في المطار وتقبل الأولاد واحد ولا الثاني علماني والعلماني علماني والعلماني تقبلوا ويصوروا فرحانين ديل العملي فيها محسوبين عن الإسلام استقبلوها والله جمعنا احنا في وضع صعب شاكيد ربنا سبحانه وتعالى يوم يبتلين بابتلاءات من زين غالي ومرات مافي وغاز مشكلة وعيش ودقيق مشاكل وبلاوي وحروب في البلد لأن الناس ما تمسكوا بحبل الله المتين وجماعة دلشغالين يحاربوا في الإسلام ويحاربوا في الدين وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم